إذن إحنا وقفنا عند ما تم في خلال العشر سنوات الماضية من 14 إلى 24 إلى تأسيس الدولة المصرية لتنمية البشرية ثم الإعداد لمرحلة الانطلاق لمشروع قومي للتنمية البشرية لنعمل به على جودة الحياة وجودة الخدمات وده اللي إحنا أنا وزمالي ممثلي المجموعة الوزرية للتنمية البشرية بنشتغل عليه دلوقتي يا فندم بعد ما كان هناك تهيئة للمجتمع بشكل كامل وبشكل مؤسس على ما تم من خلال العشر سنوات وده المشروع القومي الجديد اللي بنتكلم فيه وهناك دعم من فضيلة الإمام ومن قدسة البابا ومن المجتمعات الدولية اللي موجودين معنا في القاعة النهاردة اللي بشكرهم على دعمهم لهذه القضية وتقدرهم أن مصر وجدت أن هناك مسئولية كبيرة في التنمية البشرية واهتمام قومي على مستوى الحكومة بهذا الملف الكبير تنمية البشرية وأنواع التنمية هي المحرك للتنمية الاقتصادية وهي المحرك للتنمية الاجتماعية وهي المحرك للتنمية المستدامة دون العنصر البشري لن يكون هناك تنمية التنمية البشرية عشان نقدر نشوف إحنا فين لازم نعرف إحنا مستهدفين إيه بمؤشرات واضحة سواء من خلال السندوق الإنمائي أو من خلال البنك الدولي اللي بتتكلم على حياة طويلة وصحية بتتكلم على عصر المعرفة بتتكلم أيضا على مستوى معيشة لائق للمواطن المصري الأساس موجود إزاي نعمل على نعمل في خلال المرحلة القادمة على تحسين كل المؤشرات لكن إحنا بنتكلم على مؤشر حاليا للسندوق الأمم المتحدة أو برنامج الأمم المتحدة العلمائي إن إحنا في المرحلة الأمنة وهي مرحلة المرتفعة في المؤشر المؤشر بيشتغل من صفر إلى واحد إحنا فاصل سبعة حاليا وعارفين المشاكل أفندم اللي عندنا إيه ومن خلال المؤشر بنشتغل أنا وزمائلي في المجموعة الوزرية إزاي نقدر نصل إلى تحسين المؤشر في مصر في المرحلة القادمة من خلال بعض الإجراءات التي ليست مستحيلة أن نشتغل عليها مع بعض حتى نحسن من معدلات وفيات الأطفال ومعدل للتحق برياض الأطفال وأيضا معدلات الوفيات في المراحل العمرية المختلفة وده أيضا من خلال مؤشر الرأس المال البشري في البنك الدولي إحنا في المنتصف كل هذه المؤشرات نستطيع العمل على تحسين الأداء فيها حتى نصل إلى ما نتمنى من تنمية بشرية حقيقية داخل المجتمع المصري في خلال سنوات قليلة قادمة